الهدف من هيدا الفيديو انه انا اعمل انسيقشن للراؤتين يلي انا عملت لهم بمعنى تانى بدي يشوف الراؤتين بكل هيدول الراؤتين يلي احنا عملن لهم بالكزامبل الماضي بالسامري راؤتين سوي اللي حيصير عندي هون هروح انا اول شي على R1 and I need to go to the CLI tab and I need to start my inspection حالو انابل بالبريفليج مود هكتب الكماند يلي هي show ip ومن بعدها كلمة route من بعد ما حتيت show ip route بعمل انتر بيطلع عندي الانفرميشن الموجودين عندي هون اذا بنزل هلأ على التابل اللي موجود انا عندي هون عم بيخبرني عم بيقل لي في عندك 172.16.0.0.16 is variably subnetted to two subnets يعني بمعنى تاني انت عم تستعمل هيدي الناتورك الكلاس تبعه هو 16.0.0.16 يعني هي class b ما عمل لها subnetting انا استعملتها بشكل انه هي slash 30 يعني عمل لها subnetting طبيعي انا استعملتها وعندي الناتورك اللي هي directly connected networks 172.16.0.0.30 is directly connected على serial 0.0.0.0 برجع على topology هلاحظ انه انا عم بوقف على R1 هيدا هو serial انترفيسي اللي انا عم بحكي عنه and this is the network which is totally true it is directly connected network moreover انا كمان في عندي another directly connected network اللي هي 192.168.60.128.27 كمان هي عبارة عن directly connected network فاذا اذا بتطلع هلاحظ انه عندي هيدا الناتورك كمان directly connected network على جيجا اثرنات ومبين عندي انه هي على جيجا اثرنات وقت ما بحط لي حرف L شو معناته معناته انا هون في عندي local local يعني على الروتر بحط ذاته والدليل ان 172.16.0.1 is the ip of the interface serial zero slash zero so this is local route يعني موجودة على نفس الروتر يلي بهمني من هيدا الروتنج table أنا الاس star شو معناته اس star اس يعني it is configured statically on this router star معناته it is a default راوت لانه انا considering the whole networks اللي انا مذكرتهم بالتابل هون this means انه انا في عندي one static route معمل لها configuration يلي هي 0.0.0.0 وعم تعمل forwarding للترافك على serial 0.0.0 so يلي صاير عندي هون انا بهايدي الحالي عندي only a default static route واكيد لانه كان R1 هو عبارة عن stop router خلونا نروح على R2 كمان نعمل inspection so enable هاقل له هلأ show ip وكزي ليك الامر بدي يقل له route بمجرد ما قلت له show ip route هلاحظ انه هلأ التابل هيكون اكبر ليش اكبر لانه عندي several networks موجودين هون معملهم configuration انا i took into consideration الانترنت والسامري له هيدو الاربعي اللي هون وفي عندي ثلاثة directly connected networks هنشوفهم بقلب هيدا ال routing table اذا بتطلع اول directly connected network هي 10.0.0.0.0.8 يلي هي طبعا الانترنت انا هون عندي سورفر يلي موجود هون انا عطي هيدي ال ip address يلي هي 10.0.0.1 يعني .0.0.8 هي ال network هاقل له باك اذا برجع على R2 في عندي اللوكل اللي هي ال gateway طبع هيدا الكمبيوتر يلي انا موجود عندي الانترنت طبعا انا ااخد سورفر ما اعتبروا انترنت ولكن هو بالحقيقة الانترنت شيء مختلف تماما عن اللي نحنا شايفينه هون عندي اللوكل اللي حكينا عنا بعدين في عندي 172.16.0.0.0.16 معمل لها subnetting ااخد .30 في عندي اناثر يلي هي .2 يلي هو الانترفيس اللي موجود انا ما عمل له برجع بعدين بشوف اناثر ال connected network اللي هي .17.0 يلي هني موجودين اتنينة هون اذا برجع و بدي شوف ال static هلاحظ انا في عندي ثلاثة هولي اللي بهموني الاسة العادية هي 192.168.60.0.25 ايا واحدة هي اللي موجودة عندي لها هيدول الاربع subnetting اللي موجودين هون انا عملت لها configuration اكيد بيطلعون على serial 0.0.0.1 فاذا بتطلع بلاحظ انه serial 0.0.0.1 اناذر static route يلي هي 192.168.60.128.27 هالمرة على serial 0.0.0.0 يلي هي موجودة عندي على ميلة الشمال واكيد في عندي ال default بعية الانترنت .S star كمان هيدي موجودة عندي بقلب ال routing table هناخد كمان R3 بقلب ال R3 كذلك الامر هقل له هقل له show هقل له ارجع بعدين IP ومن بعدها اكيد بدي يقل له route من بعد ما قلت له show IP route هيبين عندي على الشكل التالي عندي انا static route بstatic route هيدول عمل لن configuration 0.32 اكيد لانه احنا قلنا هيدول ما فينا نعمل له ومن بعدها فإذا كل واحدة منهم بدي اذكرها لحالة واحدة على الانترفيس يلي فوق يلي كان 0.0 وعلى الانترفيس يلي تحت لي هو 0.1 فإذا 0.0 0.0 0.1 كذلك امر عندي الانترفيس يلي هني موجودين عندي هيدول التنتين يلي هون مع ال 172.17 كذلك الامر الانترفيس الانترفيس لي كموجودة فوق وما ننسى انه كمان في عندي الاسستار يلي هي بتعملي من هيدا الانترفيس لكل الانترفيس اللي انا ما ذكرتون يعني مثل السبنت 1 والسبنت 2 فإذا كل البيئين بيطلعوا من هالانترفيس من ضمن الانترنت ومن ضمن 192.168.168.168.168 ومثلت هيدول كمان عملناهم هنروح كمان على R4 كذلك الامر وبيقلب ال R4 هقل له Enable هقل له Show IP كذلك الامر بدي يقل له راوت بعمل Enter هلاحظ عندي ONLY S-STAR انا عمل لها configuration كذلك الامر اذا بروح على R5 بروح على CLI ومن قلب CLI اكيد انا I need to go to the Enable من بعدها بقل له Show بعدين IP بعدين Route هلاحظ انه كمان هيدا Stop Router فاذا في عندي ONLY S-STAR So this is an important command انا كتير بتلزمني تشوف الRouter عامل population للRoutes للريموت نتوركس للDirectly Connected Networks للLocal and so on على اي طريقة وبحسب اي بروتوكول يلني عم بيستعملن بيذكرن طبعا اذا هو عم بيستعمل ال S-STAR بيذكر لكيها اذا عم بيستعمل ال EIGRP بيذكره اذا عم بيستعمل الRIP كذلك الامر بيذكره حنشوف نحنا هايدي الكماند مطولا واتما بنا نحكي نحنا عن اي راوتين protocol طبعا اي